تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع خمسة آلاف وحدة وخدمة سكنية شرعت وزارة الإسكان بتسليم مفاتيح وحدات حي الجليعة بمدينة شرق الحد للمستحقين ممن قامت الوزراء بإعطائهم عقود الانتفاع خلال الأسابيع الماضية ضمن وطيرة عمل لا تهدأ ومن باب حرصها على تحقيق تقدم كبير في نسبة إنجاز المشاريع الإسكانية وتسليمها للمستحقين لها التزاما منها بإمضاء الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ببناء أربعين ألف وحدة سكنية وتنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع وتخصيص خمسة آلاف خدمة سكنية همت وزارة الإسكان بمنح مفاتيح وحدات حي الإقليعة بمدينة شرق الحد للمستفيدين منها من بعد استكمالهم لإجراءات توثيق العقود وفتح الحسابات البنكية لدى بنك الإسكان واستفاء الشروط القانونية بمختلف بنودها في إطار برنامج عمل وزارة الإسكان لتنفيذ أمر سيدي سمو العهد رئيس الوزراء بتوزيع خمسة آلاف وحدة سكنية لمواطنين مملكة البحرين شرعت وزارة الإسكان بمرحلة تسليم المفاتيح لمستفيدي حي الجليعة بمدينة شرق الحد بعد أن قاموا باستلام عقودهم خلال السبوعين الفائتين نرى اليوم تنسيق تام بين الإدارات في الوزارة لتسليم الوحدات حيث تقوم وزارة الإسكان بتسليم وحدات بعد التأكد من خلوها من أي عيوب التأكد من الضمانات التأكد بشرح كافة التزامات المواطن القانونية وجميع حقوقه في الوحدة السكنية والتأكد من الجودة واستمراريتها وزارة الإسكان وما إن استعدت لمنح البيوت السكنية لأصحابها كانت قد حرصت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة من قبل أن تقوم بإختار المواطنين المرشحين بالحضور إلى موقع المشروع لإنهاء خطوات التسليم مبتغية بذلك الحد من خطر الإصابة بالعدوى بين صحوف المواطنين لتكتمل فرحتهم بمنازل العمر التي لطالما حلموا بمجيء هذه اللحظة ورؤيتها حقيقة ماثلة أمام عيونهم مشكورة حكومة البحرين مقصرت اللي عطتنا الوحدة السكنية صراحة يعني مقصرت شكراً شكراً أكيد شعوري يعني فرحان بكون أكيد أكيد بكون فرحان ولهل كذلك نفس الشيء حصات وحدة سكنية فضل الله سبحانه وتعالى وفضل قيادة الرشيدة يعني شكر لله وثم للحكومة الرشيدة على تسليمنا اليوم الوحدة السكنية والحمد لله رب العالمين فرحتنا في منطقة شرق الحط طبعاً والحمد لله فرحاني أنا وعيالي وزوجي بالوحدة السكنية والله يهنيننا فيها إن شاء الله يا ربي وخلال الأيام الماضية عمدت الوزارة إلى التأكد من جهزية جميع الوحدات ومراجعة عقود الضمانات مع المقاولين لضمان تسليم خدمة إسكانية ذات جودة عالية للمواطنين بما يتماشى مع حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي ينص على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة في سباقها مع الوقت تسير وزارة الإسكان مسرعة نحو تقليص مدة انتظار الطلبات الإسكانية عبر تسويتها بحس من المسؤولية عالي الاستجابة بالتوجه نحو تنفيذها بشكل يرضي المستفيدين منها من خلال حصولهم على وحداتهم السكنية التي تحتويها المشاريع الخمس لمدن البحرين الجديدة لتلفزيون البحرين محمد رشادت